اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويبدأ تأثيرها على المملكة عصر يوم الثلاثة وليلة الثلاثة على الأربعة لذلك منلاحظ أن الثلاثة الساعة بعد العصر وفي المساء تتكاثر الغيوم وتسقط الأمطار زي ما احنا شايفين في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وأيضا بعض المناطق الشرقية يوم الأربعة صباحا تتأثر المملكة بسقوط زخات رعدية من المطر أيضا في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وبعض المناطق الجنوبية يوم الأربعة بعد الظهر وفي المساء تشمل الهطولات معظم مناطق المملكة سواء الشمالية والوسطى والجنوبية وأيضا بعض المناطق الشرقية يوم الخميس تخف حدة الهطول قليلا لكن تبقى فرصة سقوط الأمطار واردة في المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية من المملكة لكن تخلو المناطق الوسطى والجنوبية من أي سقوط للأمطار يوم الخميس بعد الظهر هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى يوم الجمعة صباحا يوم الجمعة صباحا تقريبا يستقر الجو تتناقص كميات الغيوم ويتلاشى سقوط الأمطار أيضا تدريجيا لكن تبقى فرصة سقوط الأمطار في المناطق شرق البحر المتوسط شمال فلسطين وأيضا في لبنان وغرب سوريا الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة الثلاثة أيام القادمة بنلاحظ أنه يوم الثلاثاء حتى فترة الظهر بتكون الأجواء تقريبا ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا لكن بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر الغيوم عصر ومساء يوم الثلاثاء وبإذن الله تسقط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى بقية المناطق بإذن الله حرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء ثمنتاش والأحوال أثناء الليل الأحوال الجوية الثلاثاء ليلا غائم جزئي بارد نسبي مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر يوم الأربع أيضا الأجواء بارد نسبيا وغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر والأربع ليلا الأجواء باردة وغائمة جزئيا والحرارة الصغرى 10 درجات مئوية يوم الخميس أيضا الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا مع احتمال سقوط زخات رأم متفرقة من المطر والحرارة العظمى يوم الخميس 15 درجة مئوية بينما يوم الخميس ليلا بتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا والحرارة الصغرى 11 درجة مئوية ملخص للأحوال الجوية المتوقعة تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من عصر يوم الثلاثاء ومساء الثلاثاء والإيلة الثلاثاء على الأربعاء وايضا هذه الحالة ينتج عنها سقوط زخات رعدية من المطر على فترات مختلفة الشدة حسب الزمان والمكان ومن هنا يبرز خطر تشكل السيول في الأماكن المنخفضة والأودية ولكن يوم الأربعاء والخميس تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا أعزائي المشاهدين من طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة